يحضى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بهتمام كبير من القيادة السياسية في ظل تنفيذ الدولة للمشروعات القومية الكوبرى خاصة في شبه جزيرة سيناء أفضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه وأشارت الوزارة إلى إنشاء العديد من الجامعات في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة من بينها إنشاء جامعة العريش وجامعة الملك سلمان الدولية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بالإضافة إلى جامعة شرق بورسعيد الأهلية وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية